مناطق تحرق بالنار وأخرى تحولت إلى مرتع للميليشيات الإيرانية وبين المنطقتين يمرر مشروع تقسيم كردي برعاية أمريكية هذا ما تبقى من سوريا التي كلفت أبناءها الثائرين مئات الآلاف من القتلى وملايين النازحين بعد أكثر من ثمان سنين من الثورة على نظام الأسد في إدلب تستمر المحرقة بقصف لا يتوقف ليلا أو نهارا حتى خرجت المؤسسات الخدمية والصحية عن الخدمة وقتل أكثر من مئة مدني ربعهم من الأطفال في الأيام العشرة الأخيرة كما تؤكد الأمم المتحدة وانتقدت الأمم المتحدة عدم مبالاة المجتمع الدولي بجرائم حرب ترتكبها طائرات نظام الأسد وحلفائه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيلت قالت إن الغارات الجوية على إدلب أدت إلى قتل وتشويه أعداد كبيرة من المدنيين وسط ترشح العدد لزيادة في ظل عدم وجود تدخل دولي حيث أصيب مجلس الأمن بالشلال بسبب الفشل المستمر لأعضائه الدائمين في الموافقة على استخدام سلطتهم ونفوذهم لإيقاف تلك الهجمات قريبا من إدلب تواصل الميليشيات الإيرانية توسيع نفوذها وتعزيز سطوتها في مناطق ريف حلب وحمى مجبرة السكان على النزوح أو الانصياع الكامل لإملاءاتها يتوسع هذا النفوذ حتى يصل الضفة الغربية لنهر الفرات أي على حدود المناطق الخاضعة للسيطرة الأمريكية دون أن يبدر من الأخيرة ما يكف نشاط تلك الميليشيات أو إبداء أي تحرك يثبت نظريتها في محاربة المشروع الإيراني الولايات المتحدة تتجاهل مأساة إدلب وتتعامى عن النشاط الإيراني في سوريا لتصب جل اهتمامها على دعم مشروع الميليشيات الكردية القائمة على التقسيم وتغيير مناطق شرقي الفرات ديمغرافيا كل مغازل الدول الكبرى تخيط مصالحها على جسد السوريين الذين فقدوا كل شيء إلا الأمل بيوم تنتصر فيه ثورتهم